بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخواتي مهندسي المستقبل نتكلم نهاردة على الفيسكوستي ومعانا مسألة جديدة بتقول ان في السرعة عنده بزيرو وعندي السرعة عنده بتلاتة من عشرة في الاتجاه ده وما بين في السرعة سرعته واحد ميتر في الاتجاه ده هو على مسافة واحد مليمتر من واتش تو اتنين وستة من عشرة مليمتر من الدين الفيسكوستي والحسن الحظ هنا واحد والفيسكوستي بتاعه او ديناميك في السكوستي سبع وشرين من الف سكال في سكنت او 0.027 سكال في سكنت بواند سر بروفائل ويشاهد الاول فلوسيز على زيرو عايز يعرف مكان السرعة تكون بزيرو اعايز يعرف مكان السرعة بتكون بزيرو عايز اللي هتخلي الموشن ده زي ما هو اه مستمر. بالشكل اللي قدام. مديني طبعا ابعاد اللي هي عشرين في عشرين سنتي. انا هنا رسم زي ما احنا شايفين هادي سرعة الول هنا بزيرو. وبعدين السرعة بتزيد لحد ما توصل لواحد اه ميتر. لان هنا طبعا هو اللي بتحرك. زي ما احنا شايفين كده. السرعة هنا في عكس الاتجاه. بتلاتة من عشرة ميتر برساكند. مبدئيا السرعة لو في نفس الاتجاه هيكون شكل بشكل ده وهتكون التلاتة من عشرة اللي هي الجزء ده. يعني المسافة دي هتتنقل هنا. ويبقى شكل كده. طبعا السرعة عكست اتجاهها يبقى لابد ان هنا بتاع الفلوستي يبتدي يقل لحد ما يوصل لزيرو وبعدين يعكس الاتجاه بتاعه. طبعا انا عايز اعرف المكان ده او المسافة اتش. عايز اعرف لان هنا السرعة هتكون بزيرو. آآ ببساطة جديدة التاول هنا هي التاول هنا. بمعنى ان لو اعتبرت النقطة دي عندي ايه? التاول واحد يبقى والميو هنا ثابت لانه فلوود واحد يبقى السلوب هنا في المنطقة دي هو اللفس السلوب هنا يبقى الديو باي ديو واي بيساوي الديو باي ديو واي طو. طب يلا بقى هنا هنشوف السلوب في المنطقة دي عبارة عن ايه? عبارة عن تلاتة من عشرة اللي هو الديو على الاتش اللي انا عايز اعرف. ده بيساوي السلوب التاني اللي هو السرعة واحد طبعا واحد نقص زيرو وهنا تلاتة من عشرة نقص اتش. الدبس. لو عملنا طرفين في وسطين هنلاقي ان تلاتة من عشرة في اتنين وستة من عشرة نقص اتش بيساوي اتش. وبالتالي واحد وتلاتة من عشرة اتش بيساوي تلاتة من عشرة في اتنين وستة من عشرة. اسامنع دي هتطلع باتنين يبقى الاتش هنا بستة من عشرة ملي متر. السرعة هنا بتبقى بزيرو. الميل ده بيساوي الميل ده. كده ده اول مطلوب آآ قدرنا ان احنا هنجيبه. وعايز بقى الدراك فورس. الدراك فورس ببساطة هتساوي الشير فورس هنا والشير فورس هنا. خلاص. احسب الاول الشير فورس فوق الشير فورس فوق يبقى الفورس سيرفيز ابر بتساوي التول في الاريا سيرفيس. التول ها الميو في الاريا سيرفيس في الديو باي دي واي بيساوي الميو في الاريا سيرفز في الديو بقى هنا عبارة عن ايه? السرعة ناقص زيرو لان انت بتاخد السرعة كبيرة على السرعة ناقص السرعة الصغيرة يبقى بتاعة ناقص زيرو على المسافة بتاعتك اللي هي هي معك اصلا. اتعاود بقى اتعاود مباشر يبقى سيرفز عبارة عن الميو في الاريا اللي هي تنين من عشرة في تنين من عشرة في طبعا اللي فيه هنا بواحد على الاتش واحد اللي هي بواحد ميلي يعني واحد في عشرة قصة مينس ري هتساوي لو جبنا بقى الشير فورس آآ بوتوم التاول التاول اللي تحت في بتاعته يبقى في الاريا في الاريا سيرفز في الدي اي دي واي يبقى في سلوب بتاع الفلوستي على اتش تو طبعا. على اتش تو. تعالا بقى نشوف بتاع الفلوستي بتاعنا هيبقى ازاي؟ واحد ناقص الصرعة هنا. طب الصرعة هنا عكس الاتجاه. يبقى ناقص وناقص كمان عشان عكس الاتجاه تلاتة من عشر. يبقى عبارة عن عبارة عن اللي هو سرعة ناقص بتاعت اللي تحت. جميل جدا مش فاندس. يبقى ده ايه? اهدي الميو. وادي للوول. نيجي بقى اللي هو ايه? سرعة اللي هي بواحد ناقص. السرعة بقى بتاعت الوول عكس اتجاهها يبقى ناقص تاني تلاتة من عشرة. يبقى ناقص تلاتة من عشرة. على الاتش تو بتاعنا اللي هو اتنين وستة من عشرة في عشرة والصناقص تلاتة. طبعا دي كده بواحد وتلاتة من عشرة. دول كده هيتجمعوا. السرعتين هنا هيتجمعوا لانهم عكس اتجاه بعض. شرحناها ازيه? يبقى الفورس بوتوم. دي عالة تطلع بخمسين من مية نيوت. يبقى بتاعتي عبارة عن دي. فورس في الطوب. والفورس عند البوتوم. هيطلع بمجموع الاتنين دول يعني كده تكون مسألة اللي معنا انتهت. واشوفكم فيديو جديد ومسألة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته.